بسم الله الرحمن الرحيم أعضاء مدونة مبتك العرب أهلا بكم كنت شرحت لكم وسيط الفوركس شركة اكس ام إزاي بتحصل عليها من 30 ب30 دولار حقيقيين تقدر تشتغل بيهم النساء سألت إزاي هنقدر نتداول بصوا شباب الموضوع بكل سهولة هتخش على الصفحة دي لو معاك موبايل ايفون هتحمل ده لو معاك ايباد هتحمل ده لو معاك تابلت هتحمل ده لو معاك ماك هتحمل ده كل الحاجات دي بيبقى معاك المنصات بتاعة السمارت فون كلها في جوجل بيلاي برضو بتاعة الاندرويد اهي طبعا تقدر تضغط عليها وتقدر تعمل الشغل بتاعك من خلال الموبايل فانا هنا دلوقتي على الكمبيوتر تعالوا نشوف كده على الكمبيوتر هنحمله ازاي mc4 الكمبيوتر هنقول له تنزيل هقول له save احملها اهو اضغط عليها واقول له ايه run تثبيت واقول له انا موافق نكست هنقفل ده ملوش لازمة معايا بنتظر لما يحمل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبعدين finish طبعا يا شباب هجيلي على سطح المكتب لو انتوا شايفين هنا رقم حسابك لما هجيلك في الجيميل او جيلك على لوحة التحكم بتاعتك ده رقم حسابك على سيرفر اسمه اكس ام كوم ريال تسعة ريال تسعة جميل هنفتح كده ده هعمل له cancel cancel هاتغط هنا على الاكاونت لو انت مش عايزه بالانجليزي تعال على view على الانجويت جيب العربي واقول له restart هتولي بالعربي عشان اعرف اشتغل عليه اقول له cancel وهقول له cancel اه هنا علشان جهاز الكمبيوتر بتاعي مفوش اللغة العربي فهنجيب كده view انا جهاز الكمبيوتر بس اللي الترميز بتاعه ومش تمام فانا كده كده هوريك ايه على الانجليزي وهي هيها بالعربي بصوا شباب هاجي هنا على الاكاونت هقول له login هقول له دخلني للحساب الحقيقي بتاعي هنا السيرفر احنا اتفقنا ان السيرفر قالك ريال تسعة تمام يبقى هنفتح هنا كده ونشوف هجيبه على الريال تسعة قال لي رقم حسابك اهو هاخده كده copy وخليك حافظه بقى كده كده هيتسجل على المنصة هقول له رقم الحساب بتاعي اهو واده الباسورد الباسورد بتاعي واقول له login نشوف كده شباب لحظات وهيروح ايه login تماما شباب كده هو دخل بحسابي اهو طبعا هيبقى معاك 30 دولار تقدر تتداول عادي خالص هاجي بقى على اول واحدة كده على على التريد اول واحدة دي وبعدين هنعمل التداول بالشرح بالدرس اللي انا كنت شرحه لكو انا كده وريتك بس ازاي بتخش على ازاي بتحمل المنصة بتاعت ال xm trade وبرضو هوريها لكو على الموبايل بنعملها ازاي حالا دلوقتي اما التداول فده كان شرح انا كنت عامله هحطه لكو احسن بدل ما هنطول في الموضوع طبعا بتيجي هنا وكليك يمين بتيجي تعمل اه تداول بال f9 والحاجات دي كلها هتلاقي الشرح بتاعي اه كامل قدامك الموضوع سهل اه ومفهوش اي مشكلة بس دلوقتي نشوف ازاي هنعمل منصة الموبايل يا شباب ازاي هنثبت منصة الموبايل هنشوف كده شباب هنيجي على الجوجل بلاي هنجيب اللي هحطو لكو الرابط بتاع الميتا تريدر فور على الاندرويد وهقول له تثبيت وهقول له كبول تمام بعد كده هستنى لما يتسطب وبرضو هنفتح الحساب بنفس العملية يبقى هنقدر نتداول على شركة الاكس ام بالميتا تريدر من على الموبايل لو انت موبايلك اي نوع تاني زي ما قلت المنصات كلها قدامك للايفون والماك والحاجات دي كلها هنتظر كده لما تحميل يخلص ويتم تمام بيكمل تحميل دلوقتي ما اسف معلشا دي مشكلة عندي في الانترنت دلوقتي شباب اهو جاري التثبيت تمام بعد ما هيثبت كده هقول له فتح جالي ايه الميتا تريدر افتح حساب تجريبي تسجيل الدخول لحساب حالي تمام اهو تسجيل الدخول لحساب حالي جميل وطبعا بتيجي فتح بتكتب اسف معلش ترجع كده اعصر على وسيط هنختار اللي هي التسعة ريال تسعة اكس ام انا هكتب تسعة كده هجيلي اكس ام كوم ريال تسعة هكتب اليوزر بتاعي الدخول اللي هو الرقم بتاعك نكتبه حالا كده طبعا انا جبت الرقم والبتاع بتاعي اهو اليوزر والباس وهقول له حفظ كلمة السر تمام وهقول له تم هضغط على توقيع فيه تمام يا شباب يتواصل شادي محمد محمود شاطجة بها لي اهز اما انتم شايفين بالشكل ده اهو تمام جايب الرفع المالية بتاعي وجايب كل حاجة جايب كل حاجة شباب ازاي بقى اتداول ازاي اتداول هو دلوقت انا كده خلاص وصلت وشايفين لو شايفين الحركة اللي تحت دي باحنا كده ايه فعلا انت كده واصل انترنت ازاي نفتح صفقات ونشتغل هنفتح كده شباب البرنامج بتاعنا لو جدت بص هنا كده في اسعار في رسم بياني في تداول تمام لو انا حابب اتداول باجي على امر الموجب اللي فوق اللي انت شايفو ده كده تمام وبختار بختار الحاجة اللي انا هتداول عليها واللوت حجم اللوت ده بنخليه طبعا بنخليه زيرو ضوت هاجي كده زيرو ضوت واحد حتى اهي اخليها زيرو ضوت واحد تمام وبنشوف الصفقة سواء بيع او شراء بنشتغل عليها طيب نرجع كده الورا اجي على تداول اجي على اسعار بيبقى ظاهر قدامك هنا الاسعار بتاع اليورو مساء اليورو اقصاد الدولار والحاجات دي كلها بتروح ضغط عليها ضغطة كده لما يبقى السوق مفتوح بتروح ضغط عليها كده وبقى يقول له ايه صفقة جديدة وبتنفذ على السوق بتعمل الصفقة هنا حجم الربح اللون الاخضر ده اللي هو الربح اللون الاحمر يعني هنا لو قلت لك مثلا الربح تلاتة تسعة كذا كذا بتكتبه هنا ولو قلت لك ايه قفل الخسارة بيبقى هنا واللوت زي ما اتفقنا بيبقى ايه بيبقى بالزيرو دوت واحد زيرو واحد تمام وسواء سل بيع او ايه بيع او شراء بالشكل اللي انتم شايفينه ده شباب اعتقد الموضوع سهل بازن الله اول ما ينزل توصيات هوريكو ازاي هعملها الموبايل علشان الناس كلها تعملها اتمنى ان انا كن افتكو في ازاي تشغلوا ال اكس ام الميتا تريدر بتاعته شكرا ليكم والسلام عليكم هتلاقوا تحت الفيديو رابط تحميل الميتا تريدر لكل الانواع سواء كمبيوتر او لاب توب او موبايل او موبايل ايفون او غيره تمام شكرا ليكم